السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في التمرق الرقم التسعود من درس الاحتمال إذن نبدأ بقراءة معطيات التمرين يحتوي الكيس على خمس كرات حمراء مرقمة بالأرقام 2211 وصفر وكرتين خضراوية مرقمة بالأرقام 1-1 نسحبها شوائيا بالتتابع وبدون إحلال يعني اتخاج صنغوميز كرتين من الكيس ليكون إكس المتغيير العشوائي الذي يربط كل سحبة بمجموع أرقام القرات المسحوبة السؤال الأول حدد القيم التي يأخذها المتغيير العشوائي إكس السؤال الثاني حدد قانون احتمال إكس ثلاثة حدد الأمر الرياضي والمغيرة والانحراف أبطراز إذن نلخص التمرين الذي نعقص به سبع كرات خمسة حمراء وكرتين خضراوية التجربة نسحبها شوائيا بالتتابع وبدون إحلال إذن دائماً ما كيكون عندنا سحب بالتتابع وبدون إحلال كيكون عندنا ترتيبة بدون تكرار يعني الكاردينال دي الأوميغا اللي اعتبرنا أوميغا كون إمكانيات هذه التجربة فالكاردينال دي الأوميغا كيسوي لنا دي الجوج من مجموعة الكورات اللي هو سبع إذن كيسوي اثنين وربعين دائماً في الترتيب في الترتيبة بدون تكرار أو بتكرار كنتبه للترتيب في الاحتمال كنتبه للترتيب مهمة جداً ده بن دزول السؤال رقم واحد اللي قال لنا فيه حد القيم التي يخذوها المتغير العشوائي إذن شنو هو هات المتغير العشوائي باش مرتبط حسب التمرين فهو مرتبط بمجموعة أرقام الكورات لمسحوبة إذن احنا أدنا الأرقام ديال الكورات اللي كانين أدنا لدينا اثنان اثنان كورتان تحملان للرقم واحد وكورت تحملوا الرقم سفر وكذلك لدينا كورتان تحملان للرقم واحد إذن احنا نسحبو كورتين بالتتابع وبدون إحلال يعني الكورة اللي سحبتها ما كان رجعس نسحبها إذن شنو هي القيم اللي يمكن ياخدها ايكس إذن بشكل عام كيم كلي أنا بدأ بأصغر قيمة يمكن اللي ياخدها ايكس إذن أصغر قيمة هي نسحب السفر والواحد يعني الكورة اللي كتحمل الرقم سفر واللي كتحمل الرقم واحد إذن فهات السحب ما كان يتموش بالألوان كان يتموش فقط بأرقام الكورات المسحوبة إذن السفر زائد واحد كتحمل رقم واحد الرقم الثاني كذلك ممكن نسحب رقم واحد ورقم واحد يعني المجموعة ديرهم ممكن نسحب كورة كتحمل رقم واحد وكورة كتحمل رقم جوج يعني ثلاثة وآخر إمكانية هي أننا نسحب كورتين تحملان الرقم اثنان 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 زايد اثنان تساوي اربع إذن اكس المتغيير العشوائي يمكن يساوينا واحد اثنان ثلاثة اربع السؤال الثاني حديد قانون احتمال اكس إذن تحديد قانون احتمال اكس إذن فهد قانون احتمال اكس قصنا نحسب الاحتمال ديال بيد اكس كتساوي واحد وبيد اكس كتساوي جوج بيد اكس كتساوي ثلاثة وبيد اكس كتساوي أربع إذن نبدأ وبيد اكس كتساوي واحد يعني أن مجموعة رقمي القراتين لمسحوبتين كيسوينا واحد يعني الإمكانية الممكنة هي أننا نسحب كرة كتحمل رقم سفر وكرة كتحمل رقم واحد إذن هنا الترتيب مهم لأننا نسحب بالتتابع وبدون إحلال وبالتالي سيكون لدينا إما سفر واحد أو واحد سفر إذن هنا سنضربه في الجوج جوج مضربة فاش مضربة في A إذن كرة كتحمل رقم سفر لدينا كرة واحدة اللي كتحمل رقم سفر يعني A واحد من واحد وكرة كتحمل الرقم واحد لدينا أربع كرة كتحمل الرقم واحد يعني A واحد من أربعة على A جوج من سبعة يعني الكاردينال ليا الأوميغا إذن كنحسبوك لقا جوج في واحد في أربعة على اتنان وأربعون إذن هي ثمينية على اتنين وأربعون الآن غد نشوفو بيت إكس كتساوي جوج إذن في بيت إكس كتساوي جوج يعني أننا صحبنا كرتين تحملان الرقم جوج أو كرتين مجموع رقمهما يساوي جوج وبالتالي حسب عادة اللي عندي فغايمكن اللي إما غنسحب السفر والجوج يعني المجموعة ديالهم تساوي الجوج أو غادي نسحب كرتين تحملان الرقم واحد يعني واحد واحد إذن هده هم الإمكانيات اللي كينين إذن نحسبو الاحتمال إذن عدنا يعني بنسبل السفر والجوج هنا عدنا الترتيب إذن إما السفر والجوج وإما الجوج والسفر إذن كنضربه في الجوج مضروبة السفر يعني أواحد والجوج عدنا كرتين تحملان الرقم جوج يعني أواحد من جوج هنا رمعلناش مشكلة ديال الترتيب نسبة الواحد وواحد يعني أ ديال جوج من مجموعة الكورات الرقم واحد اللي هي أربعة على أ جوج من سبعة إذن غادي نحسبو ألقاو جوج في واحد في جوج زائد ناش على نين أربعين إذن أربعطاش على نين أربعين هنرغم كلين نختازل بطبيعة الحال الآن ده بعد أن بيت إكس كتساوي ثلاثة يعني سحبنا كورتين بجموعة أرقمها ما يساوي ثلاثة وبالتالي الإمكانية الوحيدة اللي كانت هي أننا نسحبه كورة كتحمل الرقم واحد وكورة كتحمل الرقم جوج بطبيعة الحال هناك ترتيب مهم لأننا ممكن نسحبه واحد وجوج أو جوج وواحد إذن غدي نضربه في العدد إثنان إذن إثنان مضربة في أ بنسبة لواحد عدنا واحد من أربعة وبالنسبة لجوج عدنا أ واحد من كورة تسين كيحملوا الرقم جوج على أ جوج من سبعة إذن جوج في أربعة في إثنان على إثنان واربعون إذن ستة عشر على إثنان واربعون آخر حاجة هي ببيد إكس كتساوي أربعة يعني سحبنا كورتين المجموعة المجموعة ديال الرقمين اللي كيحملهم كيساوي أربعة أي الإمكانية اللي عندي هي جوج جوج طبية حاجة جوج جوج هنا الترتيب غير مهل لأن جوج جوج نفس الرقم وبالتالي يكون عدنا أ جوج من جوج على أ جوج من سبعة إذن هي إثنان على إثنان واربعون إذن حاولوا الخصو ما توصلنا إليه في جدول باش يسهل اللي من بعد نحسب الأمل الريادي والمغايرة يعني الإسبرانس ماتيماتيك والفاريونس إذن لدينا هنا إكس يعني القيام اللي كيأخد المتغيل شوائي وهنا كنديرو بيد إكس كتساوي إكس إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة هناك نحسبو هناك نكتبو الاحتمال للقيناة يعني القيناة ثمانية على اثنين وربعين ربعتاش على اثنين وربعين ستاش على اثنين وربعين وهنا الجوج على اثنين وربعين إحنا مهم مهم أننا نتأكد بأن لمجموعة هذا الاحتمال هذا كامل يعني المجموعة ديال بيديال إيكس كتساوي إكس إي خسو يساوي واحد يعني هات الاحثمال التي جمعتها سنلقعها واحد إذن يكفي هنا نشوف البسط نجمع البسط سنلقعها اثنين وربعين وربعين الاندو بندزول السؤال الموالي اللي هو السؤال الثاني اللي فيه تحدد الأمل الرياضي والمؤيرة والانحراف الطرازي إذن ثالثا هذي نحدد نبدأ بالأمل الرياضي أو إيكس الإسبرانس ماتيماتيك إذن أو إيكس كتساوي المجموعة ديال إيكس إي بيديال إيكس كتساوي إيكس إذن كندرب الخانة الأولى القيمة اللي كان في خانة الأولى في القيمة اللي كان في خانة الثانية يعني القيمة ديال إيكس إي في القيمة ديال الاحتمال الموافق لها إذن عدنا واحد مضروب في ثمانية على اتنين واربعين زائد اتنان مضروبة في اربعة عطاش على اتنين واربعين زائد ثلاثة مضروبة في ستاش على اتنين وربعين زائد اربعة في اتنان على اتنين اربعين. اذا كنحسبوه هاد المجموع. هتلقوا تمانية زائد تمانية وعشرين زائد تمانية اربعين زائد تمانية على اتنين اربعين. اي تنين وتسعين على اتنين اربعين. وممكن نختزوه بالعدد اتنان وعلينا اربعين على واحد وعشرين. القيمة الثانية اللي غدي نحسبوه هي القيمة ديال المغيرة يعني احنا كعرفوا بان احنا كتساوي ا اذا احنا كتساوي المجموع ممكن نكسبها بها الشكلة هادا يعني او ديال اكس كاري ناقص او ديال اكس لكل او كاري او كتساوي المجموع ديال اكس اي كاري بي ديال اكس كتساوي اكس اي وعلي اذا كنحسبوه كنحسبوها باستعمال العلاقة الثانية يعني واحد مضربة في ثمانية على اتنين اربعين زائد اتنان اوس اتنان لك هنا واحد اوس اتنان مضربة في اربعطاش على اتنين اربعين زائد ثلاثة اوس اتنان مضربة ستاش على اتنين اربعين زائد اربعة اوس اتنان مضربة في اتنان على اتنين اربعين اذا هنا بعد اجراء العملية حسابية فقد يلقى مئتين اتنين اتلازين على العدد سبعة اخر حاجة طالبين نحسبوها هي الانحرف الترازي يعني اللي كارتيب اذا سيجما كتساوي الجدر ديال في يعني الجدر ديال المغايرة اذا كتساوينا الجدر ديال اخر قيمة اللي هي مئتين اتنين وثلاثين على العدد سبعة